اشتركوا في القناة 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 أو الفيغا 7 أو الـ RX 5700 XT لكن لو نروح ونحمل المانيول للشاشة نشوف أن الشاشة تدعم فقط من 35 إلى 90 فريم طبعا ربما يكون هذا غلط لكن مستبعد لأنهم كاتبين كلمة فقط وبنفترض أن اللي أشوفه بالملف اللي حملته من الموقع الصحيح وهو أن الشاشة تدعم فقط من 35 إلى 90 فريم أو إطار بالثاني وهذا يعني إذا نزلت الإطارات عن 35 أو إرتفعت عن التسعين بيصير عندنا التيرينج أو الستيرينج والجدر وهذا يعني أن الخاصية الـ AMD فريسينك بتكون لا تدعم إذا عديت التسعين أو نقصت تحت الـ 35 والمقصود أن في بعض الشاشات تعطيك نافذة مرة صغيرة من الـ 48 إلى الـ 75 فريم بالثاني وهذه نافذة مرة ضيقة وسيئة وعندي شاشة من LG بالمواصفات هذه لكن على صفاوة مختلفة والمهم هذا يعني إذا شريت كرت شاشة مثل الـ RX 560 أو الـ RX على سبيل المثال الـ 570 أو حتى الـ 580 فيه احتمال كبير أنك تنزل تحت الـ 48 إطار بالثانية وفيه احتمال أنك تزيد عن الـ 75 إطار بالثانية في اختيار كرت الشاشة عوال رأس عرفتوا الحين ليش قلت عوال رأس وعلشان كذا قلت خاصية الـ LFC مهمة جدا وهي وهذه الخاصية هي اللي تخلي الشاشة تدعم نطاق أعلى أو أوسع يعني من 30 إلى 144 على سبيل المثال أو حولها فأنت لازم تركز عند شرائك شاشة فريسينك إن الشاشة تدعم LFC وهذا مرة مرة مهم يا شباب طبعا النقطة اللي بعدها نوع منفذ الادخال وأنواع كثيرة لكن بنركز على المهم وعوال رأس صدقوني لكن هذه بعضها عندنا مثلا DVI والVGA والHDMI والDisplayPort لكن مثلا HDMI منه أنواع A والB والC والD والE أو ما يعرف باسم HDMI 1.3 وال1.2 وال1.3A وكلها حوسة وعفسة وكل واحد يدعم شيء وحوستها حوسة غير إنسلك عن سلك يفرق وهذا ما كنتم صدق فيه لكن للأسف الشديد شفته بعيني لكن لا تروح بتفكيرك بعيد لأن في أسلاك مرة غالية ما أمزح يعني بتنصدم من أسعارها لكن أهم شيء أقرأ قدرة السلك وتحمله والخرابط هذه وغالبا أي سلك بيأدي الغرض لكن بعض الأحيان ما راح يأدي الغرض خاصة في الريزولوشن أو الصفوات العالية فيبيد أنك تشتري شيء معروف ومجرب ولا تعاون رأسك بالموضوع الكثير أهم شيء أنك تشتري شيء معروف وحول وسعره مش مرة غالي يعني 40 ريال 50 ريال أو أقل من كذا أتوقع بيكون يأدي الغرض خاصة إذا كانت تشتغل على صفاوة 1080P أو 1440P إلى صفاوة الريفرش ريت أو تحديث الإطارات 144 هرتز وكذلك الحال بالنسبة للتسبيل بورت يا شباب منها نواع وكل نوع مختلف عن النوع الثاني وكل رقم يدعم صفاوة ومعدل تحديث إطارات مختلف عن غيره وهذه النقطة يا شباب والنقطة اللي قبلها يبيلهم من فيدي واحد علشان نغطيهم أقل حاجة فيديوين ويا الله يا الله لكن الخلاصة لهذه النقطة أي HDMI تدعم الشاشة لابد يكون بشكل عام وأكد عليها بشكل عام لابد يكون 1.4 أو أعلى أما بالنسبة للدسبيل بورت أي شيء فوق ال 1.3 بشكل عام يكون إن شاء الله الوضع في السليم لكن بعض الأحيان الشاشة اللي ما تدعم HDMI عالي أو يعني 1.4 أو أعلى يحطوا لك ديسبلي بورت علشان تستخدمه ويغطي بدل ال HDMI وعلى العموم على حسب الصفاوة اللي تلعب عليها يكون الاختيار وطبعا يا شباب حتى الشركة تقول لك إذا كنت بتلعب على الصفاوة الفلانية وخاصة على إطارات عالية مثل 1440p و144 هرتز إذن لا بد تستخدم على الشاشة هذه السين على نسبة المثال تستخدم للدسبيل بورت بدل ال HDMI ودائما هذه تقراها في المانيول لبعض الشاشات وفي طبعا يا شباب خواص غيرها ما تكلمنا عنها مثل الSRGB والأدوبي SRGB لكن يا غيمر إذا تريد تشوف ألوان حلوة تأكد أن الشاشة يصير لها شيء اسمه من المصنع وهو أن الشركة تتأكد من ألوان الشاشة قبل خروجها من المصنع لكن يمدي الواحد يعد الألوان اللي بالشاشة لكي تكون كما ينبغي لها أن تكون وفي طبعا يا شباب ناس تساعد في الانترنت يعني مثلا شريط شاشة فعلا ما كان لها من المصنع يمديك تخشي الانترنت وتشوف settings معينة أو خيارات معينة للشاشة حيث أنك تغير التباين وتغير الألوان بما يناسب الأفضل لهذه الشاشة وهذا لا يعني أنك بتوصل لمرحلة الكمال في الألوان لكن بتوصل إلى مرحلة أفضل من اللي عندك حاليا للألوان وإن شاء الله في الفيديو القادم نتكلم عن كيف نقيم الشاشة يعني ما إذا كانت الشاشة scene ممتازة ولا لا كان معكم حمد إذا أعجبك الفيديو اشترك وفعل جرس وإذا ما أعجبك الفيديو سكي ديس لايك لكن علمنا بالله ليش ما أعجبك علشان نطور من مستوى الفيديوهات والكواليتي أو الجودة للفيديوهات القادمة ولا تنسى الشير واللايك وفمن الله ونشوفكم بالفيديو الجاي